أستاذ أحمد راح أقول لك شغلة قيلت لي في اليمن في حوث يعني حتى نعرف عقلية نمط التفكير اليمني يعني أنا كنت في حوث بداية التسعينيات القرن الماضي وكنت أتكلم مع سواح طبعا أتكلم معهم باللغة الإنجليزية فكان يمنيس وقالوا باللهجة اليمني ما لك يا جني بتتحاكى هذا لغة اليهود يعني هما عندهم كل شخص هو يهودي كل شخص هو إسرائيلي كل شخص هو صيوني كل شخص يعني من الغرب هو بهذه العقلية وهذه عقليتهم التي نموا عليها وازدادت الآن يعني بعد سيطرة الحوثي وبعد انتهاء نظام علي عبدالله صالح تمكنوا يعني ليس فقط من كانت هذه العقلية السابقة الموجودة ولنما تم بناء معتقد ديني أكبر في هذه العقلية وبالتالي أصبحت هناك يعني عدم تراجع العقل اليمني لا يتراجع الحوثيون ليس اليوم هم دخلوا في صراعات وحروب هذه يعني سبع حروب ست حروب سابقة مع السعودية ثم السابعة في عاصفة الحزم ثم الآن عبر تاريخ اليمن الشمالي يعني احنا نتحدث عن الشماليين وليس عن الجنوبين الجنوبين تم استعمارهم كثيرا لكن هذه المنطقة كما قلتنا نتيجة لطبيعتها الجغرافية نتيجة لنمط التفكير للعقلية للتاريخ للإرث الذي يمتلكه هذه الجماعات من المستحيل أن يتراجعوا يعني هم يعيشون في جبال لا يهمهم قصف أو ما إلى ذلك لكن هناك نقطة أن الجماعة الحوثي حضرتك تكرت بالتقرير العمليات المعلومات التي يحصلون عليها هي عمليات استخبارية دقيقة قد لا يملكون هذه التكنولوجيا اليوم المتطورة نحن نعلم أن هناك سفينتين إيرانيات وحدة عادة البرز والأخرى بهشد هي سفينة استخبارات وتجسس موجودة في بحر العرب هي من تمنح الحوثيين كل المعلومات عن السفن القادمة إلى باب المندب من جهة جنوب آسيا أو من جهة جنوب شرق آسيا من هذه الدول الباكستان متضررة، الهند متضررة، الصين متضررة، فياتنام متضررة كل هذه الدول دول مصدرية ليس فقط المسألة متعلقة بالغرب والشيل والنفط طبعاً ارتفاعات رفعت من أسعار التأمينات وكذلك الشركات التأمين الأخرى الصين بالأمس طالبت هناك تدخل صيني وهناك تأثير صيني كبير على بعض الدول في آسيا، لا ننسى أنه تأثير سياسي أيضاً كبير عندما تتأثر صناعاتها الصين تتعامل مع إسرائيل وتصدر إلى إسرائيل وتستورد يعني هونغ كونغ أيضاً هناك عملية ترابط وتداخل للمسألة هي ليست فقط بين الحوثيين وبين الولايات المتحدة الصين داخل في الموضوع أيضاً لا ننسى أن هذا هو من تداعيات أيضاً الصراع الروسي الأمريكي في أوكرانيا يعني بالحديث عن تراجع اليمنيين أو الحوثيين بسبب هذه الضربات أنا لا أعتقد سيستمرون والمتحدث باسمهم يحيى سريع قبل ساعات أكد أنهم سيماضون وسيستمرون في عمليات الاستهداف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة